شكرا لصحيفة اليوم السابع أو مؤسسة اليوم السابع هما بيحتفلوا اليوم الدول بمرور عشر سنوات على تأسيس جورنال اليوم السابع والحقيقة أنا شفت بعض الصور للزملاء كثر في اليوم السابع لكن خلوني أخذ بعض المقالات في صورة اليوم السابع هتشوفوها صورة مجمعة كده الأستاذ خالد صلاح والأستاذ أحمد أبواشيما وبعض المسؤولين في برومو ميديا وبعض الزملاء بقى اللي انتوا شايفينهم في هذا الإطار أعتقد أنه ده أمر مهم أن احنا نصلة الدوق على اليوم السابع والحاجات بتاعة اليوم السابع والفكرة بتاعة اليوم السابع وتطوير اليوم السابع وأنه عندنا واحد من أهم البوابات الإلكترونية أو أهم المواقع الإلكترونية مش في مصر بس في العالم العربي اللي هو موقع اليوم السابع في حاجات ما ينفعش أن انت بتتكلمش عنها ما تفوتهاش يعني مجرنان وموقع زي اليوم السابع يحتفل بمرور عشر سنوات فهذا حدث بالنسبة للصحافة المصرية حدث جيد وأنه في العشر سنوات لازم أن نتماعن ما تم في السنوات الماضية أنه في العشر سنوات دول هو رئيس تحرير واحد اللي هو خالد صلاح وهم غالبية المجموعة اللي مع خالد صلاح أنا شرفت بالعمل مع المجموعة أو غالبية المجموعة دي حوالي عامين أول ما تأسس الجرنال اليوم السابع كان بيطلع أسبوعي تقريبا كان يوم الأربع بين وبعدين بعد كده طلع الموقع وبعدين بعد كده أنا طرقت المكان لكن في ناس كتيرة جدا وزملاء كتيرة جدا شاركوا في هذا الأمر فتحية واجبة للناس القائمين على اليوم السابع حضرتك أنت عندك موقع تاني أو عندك حتة تانية أو عايز تتكلم في حاجة تانية أو هو الأخر دي ترجع لك أنت لكن حقيقة الموقف أنه ده من أهم الإنجازات الصحفية أو إنجازات المؤسسات الصحفية في الفترة الأخيرة هو موقع اليوم السابع ثم صحيفة اليوم السابع فأنا بشكرهم شكرا جزيلا أساس كامل كامل يكتب اليوم في اليوم السابع بيقول اليوم السابع عشرة وانكملين احتفلت مع بني وطني مجتمع اليوم السابع بمرور عشر سنوات على تأسيس المؤسسة وانطلاقها بمشاركة مايستر وفريق العمل قالت صلاح احتفلنا بتفوقنا وجلسنا على عرش الصحفة الأكترونية في مصر وأفريقيا احتفلنا بتأثيرنا القول داخل معادلة الإعلام الإعلام بكل أنواع مكروه ومسموه ومرئي الأستاذة إحسان السيد شكرا خالد صلاح اليوم السابع علمنا أن نستعد من الآن لما سيحدث في مستقبل الصحافة كن مستعدا ولا تتفاجأ أخيرا إذا كنت من من وصلوا لقراءة السطر الأخير فيمكنك أن تستبدل كلمة اليوم السابع المذكورة بخالد صلاح شكرا خالد صلاح شكرا اليوم السابع الأستاذ إحسان بكر في هذا الإطار أحسان السيد آسف في هذا الإطار أستاذ إحسان بكر أستاذنا من مؤسسة الأهراب اليوم السابع في حتة والباقي كله في حتة تانية الأستاذ عاطف العربي يكتب في هذا الإطار أيضا أستاذ محمود الضبع اليوم السابع لسالة التجديد في عالم الصحافة ويكتب أيضا بمناسبة مرور عشر سنوات على الصحافة عشر سنين هوامش بين الصحافة والسياسة والأستاذ محمود جاد يكتب أيضا في هذا الإطار وبيتكلم عن اليوم السابع متحة وهبة يكتب اليوم السابع بيتنا الكبير عشر سنوات من المعارك لصالح القارن زي نقول لحضراتكم تاني نحن تهنيئة واجبة مننا كبرنامج متخصص في الصحافة أو جزء كبير من وقتنا بالنقديم مع الصحافة والصحفيين لما يكون عندنا مناسبة زي اليوم السابع نقول اليوم السابع شكرا لكل الزملاء القائمين على اليوم السابع شكرا هذا إنجاز مهم ورائع بالنسبة للصحافة المصرية هذا إنجاز مهم ورائع بالنسبة للصحافة الإلكترونية هذا إنجاز مهم ورائع لأن الحقيقة أنا يعني ما بقابل حد برة في أي دولة عربية أو إقليمية اليوم السابع بالنسبة لنا هو أسرع وسيلة طبعا عقبال كل المواقع التانية يعني أنا عندي صادة البلد موقع متميز جدا وكويس جدا وإن شاء الله نحتفل قريب بمرور كم سنة عليه عندي الأهرام أتمنى من أستاذنا الأستاذ عبد المحسن سلامة إنه ندي اهتمام شوية لموقع الأهرام والبوابة الأهرام لأنه الحقيقة يعني أنا أتمنى إنه المسائل يبقى فيها دفعة أفضل من كده بوابة أخباري اليوم بقى ناشط أيضا أستاذ ياسر رز إنه يكون فيه دفعة أكتر من كده عندي الجمهورية در التحليل الطبع والنشر أتمنى برضو إن الموقع يكون أفضل من كده يعني أنا أنا يعني مش عايز أذكر أمواقع بعينها لكن عندي اليوم السابع عند الأهرام عندي فيتو عند صادة البلد عند الفج أنا بتكلم على المواقع اللي هي يعني قاعدك تلاقيها في كل وقت المواقع التانية محتاجة تحديث محتاجة إعادة هيكلة ومش عيب إن أنا أقول ده مش عيب يعني خليني وأنا بذكر مثلا المواقع في عندي زميل اسمه محمد عبد الرحمن ليه موقع اسمه وده الموقع اللي أنا بقول لحداتكم عليه ده أتمنى أن يكون دايما يفضل متخصص في فكرة الإعلام والإعلاميين والوضع هنا والوضع هنا أتمنى لا ينجر في السياسة ليه؟ لأنه هو جماله جمال الموقع إنه متخصص يعني جمال الموقع اللي اسمه إعلام دوت أرج أنا مش بقول إعلام لحاجة أبدا لأنه من البرد من الحاجات المهمة جدا إن أقول لا ما عرفش صورة محمد عبد الرحمن موجودة عنده كله لا إن أقول لهذا الزميل شكرا إن أقول ومن إيه؟ وانا أعلم الكلام ده كويس قوي من إيه؟ من مجموعة صحفيين صغيرين عملوا شغل كويس يعني كل اللي بيعملوا في إعلام دوت أرج ناس صغيرين مش كبار مجموعة صغيرة مش كبيرة وتدعيمهم واجب يعني تدعيم مثل هذه المواقع واجب تدعيم محمد عبد الرحمن والنموذج بتاعه واجب مش عارفوا احتفل كان فيه كتاب بيناقشه محمد عبد الرحمن وبقته هنا بقلة جدعان نهنين في هذا الإطار عندي مثلا البوابة البوابة ليها مواقع كويس قوي في زبلتنا برضو في المواقع ريم حمادة تقريبا وخاء شعراوي ومجموعة برضو من الناس في شغل في مواقع البوابة اللي أنا بقول لحضراتكم ده أنا لمسه كويس وعارف إن المواقع دي مواقع كويسة ومحترمة ولها مصدقية وتحدفنا من يمين لشمال في هذا الإطار فأنا بشكرهم شكري جزيل بشكرهم على التجارب اللي عاملينها بشكر كل مواقع إلكتروني صادق واعي دارس فاهم ده صورة محمد عبد الرحمن قال لينه يعني ده 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 احنا اشتغلنا مع بعض يقول مدينة تحريب النمج منشدته احنا في انتفي لكن احنا اشتغلنا مع بعض فأنا بشكره على تجربته بشوفونا يا شباب الكتاب اللي هو كان بيناقشه كان فيه كتاب ليه بيناقشه أول إمبارح في نقابة الصحفين بقى هتغلنا بكرة معانا وهتغلنا سورة من الاحتفالات بتاع لين ده واجب؟ لما أنا باهتم بهذا الموقع مش باهتم بالموقع عشان يكتب عني أنا مش عايز حد يكتب عني والنبي أنا بتكلم على واقع ملموس حقيقة ساطعة محدش يقدر ينكره ومحدش يزعل ان احنا بنقول لمواقع ده كويس وان فيه مواقع تاني محتاجة قادة هيكلة محدش يزعل لينه بيباد القرق نفسه بيباد لما اقول ان اليوم السابع من اشهر المواقع اللي موجودة في العالم العربي فده واقع بس يعني مش ما يزعلش حد ومحدش يقولك لا أنا أتمنى أنا أتمنى لكن عندي مواقع زي سيدة البلد رائح شغله كويس جدا الشباب بيبذلوا مجهود يعني فوق الوصف وتصوير بقى وينزل وهات وروح ومش عارب ايه واعمل وزوي وبتاع وكلام من ده ده فيز منتنا انجي انجي لطفي عاملة بتاع صغيرة كده ليها كده تحس انها عاملها من تحت بير السلم انما الابداع اللي بيسموها الاسرار لمست لهذه الزميلة يستحق الإشادة اسمها أخبار ميديا بينوا اسمها كده يا شباب ناشرة أخبار ميديا دي بنت تستحق انه نقابة الصحفين مثلا لو هي عدوة نقابة او غير عدوة نقابة انه يكربوها على هي شخص واحد كان بتشتغل في أكتر من مكان ربنا يعني البلية ما لعبتش معاها في المسألة دي ومارتحتش راح اتعاملت أخبار ميديا ده لوحديها فبالية أخبار ميديا ده بتشتغل مع نفسها بتبدع خرجت من تحت السلم لفوق السطوع من حتة بتاع صغيرة كده بس هي عندها إصرار عندها إصرار ودي على فكرة دي مدرس يعني عاملة ماجستير من كلية الإعلام من كلية الأدب من قسم الإعلام جامعة حلوان وإن شاء الله تاخد الدكتوراه يعني ممكن تلتزم في الجامعة وتسكت لكن لا وبتخربش وتسأل وتعمل وتجيب وتودي وهنروح هنا ونيجي هنا ونعمل هنا وتبقى بتنافس أو في الحتة بتاعتها بتخش مع المصراوي بتخش مع الوطن وبتخش مع الجرائد دي وبتخش وتنافس ده شيء ممتع ممتع الناس دي تتكرم إزاي الناس دي مين يفتكرها الناس دي مين يقولي إن التجربة دي كوي مين يقولي محمد عبد الرحمن شكراً مين يقولي إن جلوتفي شكراً مين يقولي موقع البوابة وموقع الوطن وموقع مصراوي واليوم السابع والأهرام مين يقولي المواقع دي شكراً مين يقولي صادة البلد شكراً ما هو صادة البلد تبقى لقناة صادة البلد لما يجي أنا قناة النهار أو أنا بشتغل في قناة النهار أقولي صادة البلد شكراً يبقى أنا معناها إن أنا والنبي لا ده واجب ده واجبنا لو احنا صادقين انا اتبسطت جدا من احتفال واشواشا تانو بيعملوا توزيع جوائز كان في مجموعة كبيرة جدا من الناس كان موجود في علاقة كحكي رئيس القناة اتبسطت جدا من غالبية الجوائز راحت لبرامج ومسلسلات ما تعملتش انا في القناة غالبية برامج الصباحية وبرامج مسائية وبرامج ترفيهية ومسلسلات غالبيتها انا عجبني جدا والزميل اللي هو رئيس تحرير واشواشا كان ساز احمد الهواري هذا الزميل ساز احمد الهواري لازم نشكره ونقول له يا فندم شكرا على اللي انت عملته وفنانين مش كلهم يعني ما جلائي مثلا وفي زميل لدينا اسمها سلمة بتكلمنا احيانا عن انه واشواشا عمله شغله وواشواشا عمله كذا وواشواشا عمله كذا اللي انا اقصدوا لحضراتكم ان احنا في هذا الاطار ما ناخدش المسألة على انها طيب حاجة اللي انا اقصدوا في نهاية الامر يعني انه ما نقفشي عند تطور مؤقت دي مصر دي مصر اللي انا بقوله على الناس دي دي مصر ولي انا بقوله على التجارة والفردية دي دي مصر ولازم ناخد بنا من المسألة دي موسيقى موسيقى شكرا